موسيقى مشاهدين للحديث أكثر عن الأسواق العالمية ينضم إلينا ضيفنا في الأستوديو السيد علي حمودي الرئيس التنفيذي لشركة أداء للخدمات المالية سيد عي أهلا وسعلا بك أهلا والله إذن لازمنا طبعا في خدم فوز دونالد ترامب رئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية لكن نريد أن نعود إلى إغلاقات الأسواق العالمية مع نهاية الأسبوع الماضي الحركة الإيجابية التي لحظناها في أسواق خاصة بالأسواق الأمريكية بالتحديد التي كانت تخاف من فوز ترامب لكن بعد فوز ترامب مستوية قياسية على الدوجونس كيف نفسرها؟ نعم ربما ذكرتنا هذا من الأسبوع الماضي قبل الانتخابات قلت أنه إذا كان وكانت الإذا محتمال بعيد إذا أخذنا بالاعتبار استطلاعات الرأي في ذلك الوقت إذا فاز ترامب سنرى انخفاض كبير في الأسواق خاصة أسواق الأسهم ومن ثم بعدما تنجلي الغبرة ويستوعب المستثمرون ما حدث ويوقنوا بأن أولا أمامه شهرين إلى أن يستلم والثاني أنه عادة ما يكون الرئيس لن يكون مطلق الأيدي في أغلب قراراته فتوقعت أن ترتفع الأسواق مرة ثانية لكن حقيقة لم يكن توقع أن ترتفع بحذية السرعة من نفس اليوم تقريبا ومن ثم الجلستين التي تلت ذلك أولا لأنه غير من كلامه في خطاب الفوز وأيضا في التصريحات الثانية إذا كانت على تويتر أو غيرها والشيء الثاني الأسواق قالت إذا استمر فعلا وهو أكد أنه مستمر بوعوده الانتخابية بالنسبة للاستثمار في البنية التحتية وخفض الضرائب على الشركات هذا طبعا سيساعد كبرى الشركات في زيادة أرباحها فالأسواق ارتاحت بعض الشيء من هذا وأخذته بأنه ربما هذا يكون جيد بالنسبة للأسواق لكن السؤال هو هل هناك من استمرارية خاصة بعد فعلا ما يستلم يوم 20 يناير من العام المقبل وابتدى في هذه السياسات خفض الضرائب على الشركات والاستثمار في البنية التحتية هذا طبعا كلها يفعل ماذا حيعلي من نسب التضخم لذلك الآن سأسموه ما نراه الآن من ارتفاع في الأسواق هو ترامبفليشن لهذا هل سيواكب الفدرالي هذه التضخم بزيادات في الفائدة صحيحة دوس وأين اللي كنت رحوا عليك بخصوص أن الفدرالي ربما حاليا مع فوز ترامب هناك ذبابية في السوق لا ندري ما هي السياسة التي ممكن أن تتبع هل الفدرالي أيضا بفوز ترامب لن يكون هناك أي رفع لمعادلة الفائدة على الأقل في هذه السنة وبداية الربع الأول سنة جميلة أتأمن لا أتأمن لا ليش لأنه دائما ما يقول الفدرالي أنه بعيد عن السياسة فهذه الفرصة حقيقة ليؤكد أنه أولا لم نرى تخبطات كبيرة في الأسواق نعم انخفضت في أول يوم ولكن قبل أن ينتهي اليوم تدت أن ترجع كما كانت عليه والآن نحن مرتفعين وهذا هي الفدرالي عليه أن يحتسب السياسة الجديدة التي سيقوم فيها البيت الأبيض والآثار التي ممكن أن تحققها ولكن هناك شق ثاني من هذه السياسة ربما تتأثر الأسواق الناشية نحن رأينا في السابق كيف عندما يرتفع الدولار كيف تتأثر عملات الأسواق الناشية إذا كانت في الصين جنوب كوريا اندونيسيا ميليزيا كل هذه الدول جنوب أفريقيا البرازيل والسؤال الثاني أنه فعلا إذا طبق ما وعد به وهو بالتارفس وتعلية الضرائب على الواردات من هذه الدول الناشية كيف سيكون ردة فعل الأسواق الناشية وكيف سوف يتفاعل الفدرالي معه سنتحدث أيضا عن السياسة الحماية التي يريد ترامب أن ينهجها بيخصها الولايات المساعدة الأمريكية لكن المشاهدين سنأخذ طبعا الجواب من ضيفنا لكن بعد هذا الفاصل نعود مشاهدين للحديث مع ضيفنا سيد علي حمودي رئيس التنفيذي لشركة أداء للخدمات المالية أهلا وسهلا بكم كنا نتحدث إذن عن سياسة الحماية التي يريد أن ينهجها ربما دونالد ترامب خلال فترة ولايته على أمريكا لكن هذه السياسة إلى أي حد ربما قد تؤثر أو تتأثر بها مصالح أمريكا أيضا خارجا بالنسبة لأوروبا لآسيا وغيرها من دوله بالتأكيد هو تناغى مع الناخبين بهذا الكلام وللمتفرج الخارجي ربما كنا نتفرج بكثير من الضعر كيف سوف تتخلى الولايات المتحدة خاصة لو كان المتفرج أوروبي يعني هو ذكر مرة أنه يعني ما الفائدة من حلف الشمال الأطلسي ما الفائدة من نيتو وعليهم أن يدفعوا الكثير إذا أرادوا الولايات المتحدة أن تقود هذه نيتو وأيضا ذكر بالنسبة لإذا أرادت قال إذا أرادت اليابان وجنوب كوريا حمايتنا فعليهم أيضا أن يدفعوا فلن الولايات المتحدة في عهده لن تحميهم لا من كوريا الشمالية ولا من الصين فطبعا إذا أنت كنت الصين وإذا أنت كنت روسيا فأنت ربما أسعد بأنه كسب الانتخابات من ربما حزبه أو هو نفسه لأن هذا معناته أن الولايات المتحدة تتخلى عن سلطتها كالقوى العظمى عسكريا في العالم وعادة تلك قائدة طبعا اقتصاديا وسياسيا ودفاعيا بالتأكيد وعادة التاريخ يقول لنا أنه أي فراغ عادة ما يستمر لمدة طويلة فيأتي من يملي هذا الفراغ وهذا معناتها روسيا ممكن أن تكون هي القوى العسكرية القادمة وحتى اقتصاديا إذا كلام تفضلت به الحمائية هذه معناتها أنه تتخلى أن تكون القائد أكبر اقتصاديا في العالم أيضا ربما نرى الصين لتأتي مكان الولايات المتحدة كالاقتصاد الأول في العالم فهذا كل حقيقة سوف ننتظر 2017 لتأتي به علينا هل ممكن ربما هذه السياسة التي هو يريد أن يتبعها ألا تؤثر على العلاقات الاقتصادية بالنسبة لأوروبا حاليا ممكن أوروبا ما يعجبهم هذا الخطاب هذا واحد وثانيا حقيقة ما رأيناه من بريكزيت أنا في رأيي وانتخاب ترامب لرئيس الولايات المتحدة هو حقيقة كأنها بداية ثورة سلمية للتطرف اليميني وأتوقع في 2017 شوف نار نحن عندنا انتخابات في فرنسا وانتخابات في ألمانيا والسويد وهولندا أتوقع أنه يكون هناك مكاسب كبيرة لليمين المتطرف لهؤلاء وهذا إن تم يعني معناتها المزيد من من عدم اليقين اقتصاديا الكل سوف يتجه ربما إلى الحماية التي تفضلت بها وهذا أيضا سيعيد علينا التساؤلات هل نحن نشهد بداية النهاية للاتحاد الأوروبي خاصة بعد أن تفعل المملكة المتحدة كالمتوقع البند الخمسين في مارس من العام المقبل خاصة نتساهل أيضا بخصوص السياسات بالنسبة للبنوك المركزية البنوك المركزي دائما الأمريكي عودنا أنه ينظر إلى سياسة البنوك المركزية الثانية ويحاول ربما تهدئ في الأسواق العالمية يعني هناك كثير من اللي ذكرناه في البداية أنه يعني إذا فعلا استمر وكانت هناك سياسته تضخمية وارتفع الدولار هذا أيضا حيضر الشركات في الولايات المتحدة نحن نعلم أنه 40% من دخل شركات الـ S&P 500 هي تأتي من خارج الولايات المتحدة فارتفاع الدولار بالتأكيد حيأثر بيش طريقة مباشرة على أربع هذه الشركات أشكرك سيد علي حمودي رئيس تنفيذي لشركة أداء لخدمات المالية شكرا جزيلا على حضورك معنا 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 اشتركوا في القناة